بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم دلوقتي بقى على التوزيع الأمثل للموارد على عناصر المحفظة احنا قبل كده في المثال اللي فات في المحاضر الرقم 6 كنا افترضنا ان فيه الورقتين اللي جوه المحفظة متوزعين 50% و50% لكل ورقة لكن الحقيقة اننا لابد اننا اختار بشكل افضل الموضوع المرة دي ازاي انا بحدد الوزن النسبي بشكل علمي وسليم مش بحدده جزافي وحط اي قدر من الصروة في اي ورقة لكن المفروض اننا بحاول اننا احدد الوزن النسبي بشكل دقيق وده برضو بيتم حسابه بمعادلات هنتكلم عليها في المحاضرة دي وبرضو هيكون من خلال تمرين وبعد كده هرجع بقى اقارن التوزيع اللي انا عملته في المثال اللي فات على طول ده اللي هو لما وزعت الورقتين 50% و50% هشوف لو انا حددتهم بشكل علمي سليم ده هيفرق في المخاطرة والعائد بتاع الورقة ولا لا هنتكلم على التوزيع الامثل للموارد على عناصر المحفظة من خلال تمرين عملي هيتم عرضه في ما يلي هنشوف ازاي نكون محفظة من الاصول الخطرة لو عندي محفظة سندات ومحفظة اسهم ازاي انا احدد خليط امثل من المحفظتين لتكوين محفظة جديدة منهم هنشوف الكلام ده مع بعض هنعمل فيه ايه هندرس الموضوع ده من خلال مثال واخدين العائد والانحراف المعياري لورقتين سندات واسهم الاوراق دي اوراق طبعا بتتميز بخطورة عالية وحنشوف كيفية تحديد الاوزان المسلة وفي حالة معاملات الارتباط المختلفة معامل الارتباط سلب واحد او صفر او معامل الارتباط واحد بالموجب او ثلاثة من عشرة فحنشوف الوزن النسبي بيتحدد ازاي في ضوء كل معامل الارتباط من المعاملات الارتباط اللي احنا مدينها في التمرين طبعا احنا عارفين ان دي محفظة بتتكون من ورقتين فاذا كانت نسبة الاستثمار مثلا في الاسهم اللي هنرمز لها بهي بتساوي واو هي واو هي اللي هي عبارة عن واحد صحيح ناقص واو نون واو نون تبقى هي الوزن النسبي للسندات مع العلم بان واو نون زائد واو هي بتساوي واحد صحيح على اساس ان المحفظة مكونة من الورقتين دول اللي هم نون السندات وهي اللي هي الاسهم يبقى وزن السندات زائد وزن الاسهم يساوي واحد صحيح او يساوي وزن المحفظة الكلي طبعا المطلوب في التمرين ده ان انا بحدد الاوزان المسلة اللي بتتكون منها المحفظة في حالة معاملات الارتباط المختلفة هنشوف مع بعض هنعمل ايه وفي حالة معامل ارتباط سالب واحد طالما ان معامل الارتباط بالسالب حيبقى التغاير بالسالب اللي هو الجزء اللي موجود في الحد التالت وبالتالي ممكن بحل المعادلة اقدر اطلع واو ونون اللي هو الوزن النسبي للسندات داخل المحفظة هتساوي مربع الانحراف المعياري للاسهم او تباين الاسهم ناقص التغاير على تباين السندات زائد تباين الاسهم ناقص اتنين في التغاير واعوض عن الوزن النسبي للسندات هبتدي بقى احط الايه الارقام اشيل الرموز وحط الارقام يطلع لي الوزن النسبي للسندات 625 من 1000 625 من 1000 لو طرحتها من واحد صحيح يطلع لي الوزن النسبي للاسهم اللي هو واحد ناقص واو ونون يعني واحد ناقص 625 من 1000 يبقى وزن الاسهم في المحفظة يبقى 375 من 1000 ده في حالة معامل الارتباط سالب واحد هيبقى وزن السندات 625 من 1000 ووزن الاسهم 375 من 1000 في حالة ان معامل الارتباط بالسالب هيبقى تباين المحفظة هيبقى اقل من اي تباين لاستثمار فردي على حدة التباين في الحالة دي هنحط بقى المعادلة بتاعت التباين اللي هي مربع الوزن النسبي للسندات في تباين السندات زائد مربع الوزن النسبي للأسهم في تباين الأسهم زائد اتنين في الوزن النسبي للسندات في الوزن النسبي للأسهم في الانحراف المعياري للسندات في الانحراف المعياري للأسهم في معامل الارتباط اللي هو بالسالب هيخليلي الحد ده كله اللي هو من أول زائد اثنين وو نون هيه وو هيه هيبقى كل ده بالسالب مطروح فيبقى عندي هنا تباين المحفظة في الحالة دي هيبقى عبارة عن الفرق بين مربعين أو بين قوسين هيبقى وزن السندات في انحرافها المعياري ناقص وزن الأسهم في انحرافها المعياري لكل تربيع أحط ده تحت الجزر يطلع لي الانحراف المعياري في الحالة دي للمحفظة بيسوي صفر وأنا كنت عملت العائد بتاعها العائد بتاعها عائد السندات 8% مضروبة في وزنها النسبي 625 من ألف زائد عائد الأسهم 13% ده من رأس التمرين مضروبة في وزنها النسبي 375 من ألف عائد المحفظة في الحالة دي هيبقى 9.875 من ألف في المية في حالة معامل الارتباط صفر دي الحالة التانية اللي مطلوبة مني في التمرين معنى كده أن الورقتين مش مرتبطين ببعض خالص أو بمعنى آخر أن عائد كل ورقة مستقلة تماماً ولا يتأثر بعائد الورقة الأخرى في الحالة دي هيبقى الحد الثالث في المعادلة بتاعة التباين هعوض بالمعامل للارتباط صفر معنى كده أن الحد الثالث كله هيبقى صفر فهيضل في المعادلة بتاعة التباين إيه؟ مربع الوزن النسبي للسندات في تباينها زائد مربع الوزن النسبي للأسهم في تباين بحل المعادلة دي أقدر أطلع وونون هيبقى اللي هي الوزن النسبي للسندات هيبقى عبارة عن الانحراف المعياري تربيع للأسهم على تباين السندات زائد تباين الأسهم أعوض بالكلام ده طبعاً الانحراف المعياري تربيع يعني التباين معنى كده أن الوزن النسبي للسندات هيبقى حوالي 735 من ألف طبعاً لو طرحت الوزن النسبي للسندات من واحد صحيح يطلع للوزن النسبي للأسهم هيطلع بيساوي 265 من ألف تقريباً أستخدم الكلام ده في حسابات العائد والمخاطرة في حالة معامل ارتباط واحد صحيح معنى كده أن الارتباط بين الورقتين قوي جداً العائد بتاعهم بيتحرك بالهبوط لأسفل بنفس القدر وفي نفس الاتجاه طيب ما في الحالة دي يبقى كأنك ما انتاش عامل محفاظة ما فيش تنويع ومن الأساس ما فيش داعي أن انت تتكونها من أسهم وسندات لو هتعمل أوراق مرتبطة تماماً ارتباط قوي ببعضها وارتباط موجب وارتباط واحد صحيح يعني الورقتين هيبقوا حركتهم زي بعض فانت لو قدامك ورقتين اختار المخاطرتها أقل عشان ما تتعرضش المخاطرة عالية جداً فانا هنا في الحالة دي عندي السندات مخاطرتها دايماً بتكون أقل من الأسهم المخاطرة السندات في التمرين انحرفها المعيار 12% وانحرف الأسهم العادية 20% يبقى أكون الورقة كلها من ممكن من السندات بس والعائد بتاعي يبقى هو عائد السندات 8% والمخاطرة بتاعة المحفظة تبقى مخاطرة السندات في الحالة دي يعني مش هيبقى فيه محفظة بالشكل اللي احنا بنقصده معامل ارتباط موجب بس ضعيف شوية 3 من 10 أطلع الوزن النسبي للسندات بالمعادلة اللي قدامي دي هتبقى الانحراف التباين بتاع السندات أنا هطلع الوزن النسبي للسندات سوري فهتبقى المعادلة عبارة عن تباين الأسهم ناقص التغاير على تباين السندات زائد تباين الأسهم ناقص 2 في التغاير ده بالتعويض بالأرقام اللي عندنا هيطلع لنا الوزن النسبي للسندات 82 من 100 وبالتالي هيبقى الوزن النسبي للأسهم مكمل اللي 82 من 100 يعني 1 ناقص 82 من 100 يبقى 18 من 100 في الحالة دي أقدر أحسب العائد أن أنا برجح عائد كل نوع من أنواع الأوراق المالية بوزنها النسبي عائد السندات 8 في المية في 82 من 100 زائد عائد الأسهم 13 في المية أو 13 من 100 يعني في وزنها النسبي 18 من 100 طلع للعائد 8.9 من 10 في المية وعود عن الانحراف المعياري بنفس الطريقة برضو من الأرقام السابقة في رأس التمرين طلع للانحراف المعياري للمحفظة في حالة معامل ارتباط موجة 3 من 10 يطلع لي هنا الانحراف المعياري 11% تقريبا نقارن بين المحفظة بأشكالها المختلفة في حالة اختيار أوراق بمعاملات ارتباط سالب 1 أو 0 أو 1 صحيح أو موجة 3 من 10 ونشوف تأثير ده على العائد والمخاطرة في كل حالة بيظهر في الجدول عندي أن سالب 1 المخاطرة عندي 0 وده وضع طبعا أمسل في الحالة العائد المحفظة فيه 9 و 8 من 10 وهو أعلى عائد في ظل معاملات الارتباط في الأحوال التانية هلاقي أن العائد في حالة الصفر 9 و 3 من 10 والمخاطرة 10 و 2 من 10 في حالة أن المعامل الارتباط 1 عندنا عائد المحفظة اللي هو عائد السندات 8% والمخاطرة 12% في حالة معامل الارتباط 3 من 10 عائد المحفظة 8 و 9 من 10% والمخاطرة 11% إذن في حالة معامل الارتباط سالب 1 بيبقى هو ده الوضع الأمسل وممكن أوصل بالمخاطرة للـ 0 ما فيش مخاطرة في الحالة دي ترجمة نانسي قنقر